حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن حياة مئة الألاف من الأشخاص عرض للخطر في شمال ووسط قطع غزة بسبب نقص الغذاء وأوضح المفاوض العام للأونروا فالب لذريني أن آخر مرة سمح فيها للوكالة بتسليم إمدادات إلى المنطقة كانت قبل أكثر من أسبوعين وأن نصف طلبات بعثات الأونروا لإرسال مساعدات إلى الشمال تم رفضها وأضف أن الأمم المتحدة حددت مناطق يعاني أهلها من الجوع في شمال غزة لافتا إلى اعتماد ما لا يقل عن 300 ألف شخص يعيشون في المنطقة على مساعدات الأونروا للبقاء على قيد الحياة